ده كباش المشاكل مع الأباء والأمهات وقعدت فارجوا على بعض ودي تقولها ما تحب أبوك وصيبوك بيعمل معي إيه؟ واندخل بالعالف المشاكل بها طبعاً يا ما جابي سبت مهودة خالص اتخذت بالك إنما تكلمتش عن ممتها خالص الجزء السايلانت في القصة ده معنى إيه؟ ممتها مستقبلة فقط في كل رواية بيبقى فيه كده أبطال فيه بطل رواية وعندنا هيبقى الحمى اللي هي الجدة هي دي اللي هتبقى البطل بتاعنا لأن هي دي اللي عندها السلطة إنها تؤمر واتنهي وتقول مين يلبس ومين يقلع ومين يعمل ومين فهمها من الكسر وعميته طبعاً خلي بالك بردو عندنا البطل المفقود اللي هو الجد اه ايه ده؟ ارجعي كده بالهيستري هتلاقي إن الجد ده أكيد توفى بدري فالأم خادت السيطرة أو السلطة فبقى ليها زي ما نقول كده أبر هند أو يد عليا يد عليا أبر هند على الولد فبالتالي هي متحكمة فيه وفي مراته فعيره عشان كده بتقول مين يروح ومين يجي وبتضرب وهي قتليها غالباً هي المختارة الزوجة فهي المشكلة كلها هنا في الجدة مش بغض النظر إن الإبن أو اللي هو الأب سالب جدا بس هي عائلات بتبقى الستات مسيطرة؟ اه طبعاً يعني أنت تحسي إن الراجل ده متساء معلش مع احترامي متساء ومشيك طب بصي أنا أقولك حاجة يعني مفاجأة وأكيد بابا كان كده الله يرحمه لو كان مش موجوه ستات مصر والعالم العربي هي للمشايا البيت إزاي؟ بصي إحنا ممكن نقول كده في الألم عادي؟ آه لأ عادي جداً وعلى فكرة دي حاجة حلوة آه وهي اللي عارفها الحاجة اللي في البيت ولي عارفها زيته المكرون لو قررت إنك تطلعي مصف قررت تودي أولادك من مدرسة مين ساحل القرار؟ هي؟ ليه؟ مع احترامي ما هو ما هو ما هو الأمر مشهور أنه إحنا ناخد رأي بعض بس هي فهمة أكتر مع احترامي لي وهو أهو بركز في شغله ومركز في عياله وبيجيب لهم إيه وكده لكن هي بتابعة كل حاجة بتقعد مع أصحابها بتقعد مع النانيس بتقعد مع الماميس بتقعد مع كل الناس بتودي التمارين وبتعرف التمارين بأيه الدروس إيه بلا بلا كل الكلام ده الست فمين اللي بيدير؟ الراجل أو الست؟ ما الست؟ طبعا الست الزكية الكلاش اللي حصل في الجيل بتاعنا الجديد ده إن الست فاكر أنها زي الراجل فعايز أقولك لأ ما فيش حاجة اسمها ست زي الرجل الست أيكونة لوحدها والراجل كيان لوحده طبعا أنا أعرف أنت سكيتي في النص عشان مش تصدق أن أنا موافقة أنا موافقة مليون في المية تانكيو سموت أنا مشكورة بجد فلازم نقول فلما الست بدأت بقى مفهوم إن احنا نقول المساواة لأ أنا زي زيك لأ هو حيك مش زيك زي خالص فما نقفش قدام بعض هو ليك دور انت ليك دور وهو لي دور فلما ده بدأ يظهر بدأ يبقى فيه طلاق لكن اسألي بقى ويمكن أنا دوري أكبر بس ما يفعش أقوله وديله الصدمة أسيبه يعني أوكي أنا كنت لسا أكمل الكلام إن الست الزكية هي اللي بتقوله إن انت اللي ماشي البيت طبعا إحنا مغيلك نموت وهي اللي بتعمل كل حاجة هي اللي بتختار حتى نوع العربية لها يجيبها دي حقيقة هيتم متخيلة بس والله حتى اللبس اللي هيلبسه ومش هزهر برافو عليك أنا هلبس شراب بيه مكرة يا سلام ده اللي هلينة علمهن إزاي تدير بيتك بزكاء مش بالمواجهة ولا أنت مسؤول زي زيك ولا أنا مسؤولة زي عارفة الكلام ده ده اللي هد البيوت بالنسبة لقصة صفاة بقى يعني أنا مبسوطة أن هي بالسبات ده مبسوطة أنها عندها حبة من التفاؤل وأن هي عايزة حياتها تبقى أحسن وده هيخليها أحسن الدور هنا أن أنا بلوم فيه أكتر حد بعيدة عن الجدة والأب الأم أنت ليس البيت يعني هي يا ليه أصلا مش ليس البيت ليه واحدة خريجة جمع معها مؤاهلة عائلة وإحنا عارفين أنه مش يحصل فيه التفاعل اسمه التكافؤ يعني أنه بيشتغل في ورش ما أكيد ده أثر على حياته جامعة ما أكيد طبعا بس ليه تعمل كثيرا؟ مش هندخل بقى في القضاء والقدر ولا دول معهم بيت عائلة ومعهم فلوس ومرتاحين فاللي معها صنعة أحسن من اللي معاها لا هو مش قضاء وقدر وعرفكم بتكون حبيته وتصدمت فيه بعد الجايز القصص الكثيرة اللي بنسمحها حب العمر وده أنا حدلعك وبيت العائلة طبعا ده أحلى حاجة وبيت العائلة وماما لوحدها ومن لازم نبقى جنبها وحنبقى بيت واحد حلو جدا وماما طيبة وهي اللي اخترتك وعرفة الكلام الجميل ده بس وخلاص ولبست في الأخ مبروك بس أنا برضو شايفة أن فيهانة مستمرة فيه ظلم فيه ضرب فيه حاجة كتير قوي فين الأم؟ إحنا دايما بنقول الأم هي اللي بتحمي صح كده؟ الأب أمان وصورة وكل الكلام ده بس أنا مين أكتر حد بيحمي الأطفال؟ الأم طبعا فأنتي ليه ما حميتهمش ليه ما دخلتيش الخال والعام والجد والجد والأسرتك وعائلتك وكبير البلد وكبير المنطقة ويعني هي تضرب وهي الأمان وهي الشلتر إنه هي هي اللي بيجروا عليها الملجة هي الضرع اللي بتحمي هي اللي بتعمل كل حاجة أنت ليه سايب الموضوع يكبر وبما هي متعلمة فمعناها أن هي عندها وعي كفاية أكتر منه نهاية تتصرف لكن نهاية تستسلم وتسيبهم وتروح طاعد وطاعد 30 يوم وبعين ترجع عشان وحشوها فتتضرب طب وإنتي راجع وعرفة إن العيلة دي يعني ليها أسلوف ممكن تكون ملهاش فعلا ضهري أنا أقولت لك عندك ألف حل شخي الجامع كبير المنطقة خاله حد من قريبه صحبه اتصرفي لكن ما تبقيش سلبية لكن ما تبقيش سلبية أو حتى الشرطة أو حتى المجلس القامل لمرأة أو للطفل ستوب بس الزوجة أو الأم الأول ما بتلجأ القضاء في أي حاجة بقى شورطة كلام ده كله والدين بتتهدفوا دماغها من الناحية التانية ما بتقبلش دي شاكتك دي فضاحتك دي ديتها طب هي هتشوف يا أخي ما أنت اللي اضطرتني يا أخي ما أنا كنت جميلة لا أخي ما أنت اضطرتني ما بيسمعش بقى أنت اضطرتني كي خالص هو بيسمع عني أنت روح تعملت أنت روح تعملت محضر ومحكمة وبقولك أخدي حاج بالفلو يعني فهم أخدي فلوسك بمحكمة لا لا مع بعض الآخر ومعاك يبقى إيه ربنا إنسيس النفس العميك فلا طبعا ده مش صح